السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ الدكتور عارب ورحمة الله أنا تناوم مع بعض المراكعات التي تقدمنا من أموه أولاد السنة الرابعة محاسبة أنا تناوم مع بعض المراكع باستخدام النسب التحليل ممكن لمراجع الجودة باستخدام أسلوك تحليل نسب تحليل أما من أدوات المراكع التحليلي للتعرف على تجهيات تكاليف الجودة ومقارنتها بالنسبة المياهية ويمكن لمراجعة الجودة إيجاد النسب التحليلية باجمة أعمالية لمراجعة من خلال إيجاد العلاقات بينعناصر تكاليف الجودة إلى أهمال تكاليف الجودة من ناحية ومن ناحية أخرى immerعناصر تكاليف الجودة مما مخموحة إلى المبعاد ومقارنتها بالنسب المياهية الساسية اولا تكليف النسب في عناصر التكاليف إلى تك слышة الجودة يمكن دي�ي ا utilام عناصر من الفرعيات المكونة له عمن كم العيد ومعيد الداخلي اي خارجي وان المقونات مغرار الصحيح يمكن نسبة كل ونصر منber rais التكاليفiling إلى مجموعة التكاليف ثانيا نسب عناصر تكاليف الجودة الى المجاعة. مسلا نسبة التكاليف الوقائي الى المجاعة. نسبة تكاليف الجودة الى المجاعة. نسبة تكاليف الجودة الكلية الى المجاعة. ودي بتدينا مؤشر قويس اذا كان تكاليف الجودة عندي بنسبة مبعاد كبير او غير او هو متوافق مع المعين. ا得مك ثالثة نوجه التكلف الجوزة إلى المراجعة hispd مستفعه كأداة المراجعة التحليلية إلى المراحل IP الدج يستخدمها المراجعة لترجيح المعامل الصابق كممعامل الحد الأدنى أو معامل الحد العدم. هو معامل الحد العاد علي ب barrel الكيمة المطلقة اا فبتبقى تبقى انه بالباست زائد القيمة المطلقة على الباست وعادة معامل الحد الاعلى بيكون اكتر من واحد صحيح ومنين نحدي للحد الاعلى بندرى بالنسبة الميارية بالنسبة للتوقع وقيمة للتوقع في معامل الحد الاعلى اللي احنا استخرجناه في القطة الصابقة. منين نحدي الحد الitätenى بمددى مطلويل بنخلي المقام تحت المقام من شائد القيمة المطلقة بنخلي القيمة المطلقة تحت عشان معامل الحد الاثنى بنكيبا دايما اقل من واحد صحيح دا لشان كده بيفرق بين معامل الحد الاعلى. قيمة بيكون اكتر من على حد صحيح. ثم بعد ذلك نزرب القيمة المطلقة او نسبة الميرية بمعامل الحد الاعلى اربع تحديد فرو المراجعة ودي مهمة جدا عشان هنقارنها برقم خمسة او الافتلاف الجوهاري او الافتلاف النبي الجوهاري. نستخرج فرو المراجعة عن طريق طرح القيمة المتوقعة او نسبة معيرية نطرح منها القيمة الفعالية. وتحديد الافتلاف في المادة الجوهاري بيدي لك في التمرين نسبة معدل الافتلاف. نضرب معدل الافتلاف الجوهاري في القيمة المتوقعة بيدينا الافتلاف المادي الجوهاري. نحن نقوم بتحالة عملية والحالة العملية دي موجودة في الكتاب ونرجو من حضراتك الرجوع الى الكتاب. اضفرت هذه البقانات التالية من الفاتر الشركي لسراء الصناعات المادنية. مندي لك عناصر التكاليف في البقايا الكاشف المعيب التخليف المعيب الخارجي ومدي اجمال التكاليف في الجوهر. والمبالغ امان كل منها. فإذا علمت ان المجعات برقيمتها خمسة مليون جنيه ورقيمة متوقعة لنسبة التكاليف في القصة للمعيب الخارجي الى المجعات سبعة سبعين مميلا. الاهمية المطلقة خلال السنة تلاتين افتلاف الجوهاري. نسبة اختلاف الجوهاري واحد في المعيب. المطلوب من حضراتكو بيان مادة معقولية نسبة التكاليف المعيب الخارجي الى المجعات بجوهر كل من المدى المطلوب. الفضور المراجعة والاختلاف الجوهاري. وبين اخترحاتك لهذه الشكلة. نسبة التكاليف المعيب الخارج الى المجعات اللي هي النسبة الفعلية. كان لنفس تكاليف المدعات سبعة سبعة سبعين سبعة سبعين على خمسة مجعاتين واحد سبعة 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 ثبعة نشرد. لابد واحد سبعة ثباتين لي معقولة ولا مشهور. أولاً تحديد الحد الأعلى المدى المقبول وأن الأول سنستغرق معنا الحد الأدنى وهو البسط زاية الأمين المطلقة على البسط بساوي 1.40 نجيب الحد الأعلى المدى المقبول ونضغط قيمة المتوقعة في المعامل اللي نستخرجناه 7.100 في 1.41 ده الحد الأعلى تحديد الحد الأدنى المدى المقبول ونضغط قيمة المقبول ونضغط قيمة المقابل في المعامل اللي نستخرجناه معامل الحد الأدنى المقبول ونسبق فرق الجرارية ثالثاً تحديد فروق المراجعة احنا عرفنا الحد الأعلى والحد الأدنى علاقي أن فروق المراجعة قيمة المتوقعة 77% القيمة الفعلية 1.6 فرق بين الاثنين 59% وده طبعاً تحديد الكثير قوي نعرف انه فرق الجيه لما نقرنه في الاختلاف الجرار طبعاً تحديد الاختلاف الجرار واحنا بندي بالنسبة اللي احنا بنعالك في التمرين اللي هي واحد هنضربها في القيمة المتوقعة اللي هي 77% قديني 77% ولما نقرن الفروق المراجعة 59% في حين ان الحد الاختلاف الجراري 77% يعني احنا بنقول لك ان الفروق المراجعة ما نزيدش عن الاختلاف الجراري مفروض ما نزيدش عن 77% زي ما انت احنا شايفين ان 59% اكبر وعشان كده احنا هنرفض الايه هنرفض النسبة لان فيه خلل فيه هذه النسبة اما انها تكون الاصول الاقل من اللازم الاصول المتدولة او الاصول المتدولة اكتر او التكاليف المعيز الخارجي الاكتر بالنسبة دي المبيعات او المبيعات احد لتحديد قيمة اضربة لنسبة موضع الدراسة انت اضربة قيمة المتنطقة للثلاث الجوهات بس يمكن اضربة لنسبة تكاليف المعيز الخارجي لما بيعاتي وانت تكون في حدود ده بقى يعني المعادلة جديدة بدي لك دقة او المدى المقبول بدقة اكتر نحنا هنزيد المعامل اللي بتاعنا اللي هو اختلاف الجرار اللي هو ال 77% وحنضيفه او نطرح منه 76 من 1000 يجب ان تتراوح هذه النسبة بين 69 الى 85 يعني ان المدى ده اداخ لما قررنا بين القيمة المتوقع ل77 70 من 2000 مرة طرحنا 76 اللي هو مرة ضيفنا 76 واجب الى تزيير عن 85 ده الحد الاعلى للنسبة حين ان النسبة بتاعتي كان واحد 36 والتالي سامبرو لحضراتنا ان التكاليف نستخدم هنا ان التكاليف المعيد عالية جدا بالنسبة الى النسبة المعيدة الموضوع التاني اللي هنقدم مع بعض المراجعة التحليدية لتحليد التجاهات هناك العديد من الكرق مستخدمات في تحليد التجاهات والسوف نستخدم هنا طرق بياز متوسط التغير وآآ دي عندي تلات طرق متوسط التغير النقدي متوسط التغير النسبي متوسط التغير المعالية فانشوف مع بعض كاملين نقدر المفعلات ونفهم هذه الكرق مشان نقدر نعرف نقررنها بالقيمة الفعلية اللي موجودة في المفاجر الحال العمالية اللي قدام حضراتكم موجودة في الى زواياة وبرجو الرجوع لان فيه تمارين مختلف عن هذا الموضوع في الماركة بالحوام الديني ست سلة زمنية اربع سنين من الفين اثنين الى الفين وكمسة والمجعات بالالف ومتقوط باستخدام طرق قياس من الواسطة الضوائية لتحديد الاتجاهات تأديل قيم المجعات وتكاليف الجودة عن السنة كالية بسنة الفحص هتبقى احدى السنة اللي هي الفين وخمسة واقدم سنة اللي هي الفين واثنينة وعمل مقارنة لبعين افضل تحديد تحديد الاتجاهات اي استفراج القيم المتوسعة ونقارنها بسنة الفحص الطرقية الاولى اللي هي متوسط الطائر النقلي فهنجابه الحضرات الامانية هنقدر قيمة الاتجاهات سنة هنشوف متوسط الطائر النقلي سهل ووسيط قوي قيمة الباندي اللي حدث فترة هي الفين وخمسة ونترحها من الفترة اللي هي الفين واثنين على عدد السنوات ناس واحد اللي هي ناس واحد اثنون يتساوي اربعة هيتلع متوسط الطائر النقلي الحقيقة مية مية ستراشر الف تلتمية تلاتة وتلاتة وتلاتين همليك هذا التغاير المتوسط الطائر على بيانات احنا السنة هي ستراشر مليون سبعة وسبعة واحد مليون سبعة وسبعة وسبعين وسبعين الف زائد المية وستراشر تلاتة وتلاتين الثاني ان القيمة المتوقعة للبيانات احنا ساوي مليون واحد مليون ثمانمائة تمانية وتمانية وتمانية تلتمية تلاتة وتلاتية الفينين. ونحن نبقى انقرنها بالمبيعات اللي حصلت سنة 2006. في الطريقة الاولى ادتني حاسها الناس. الطريقة التانية متوسط الطائب النزلي. يحسب متوسط الطائب النزلي كمان. البند الاحدث فترة على البند الاقدم فترة ناقص واحد الكل على نون ناقص واحد. وهنشوف زي ما قلت لحضراتكو. بدل ما هنطرح هنقسم. الواء مليون سبعمائة مليون سبعمائة مليون سبعين على مليون روبعمائة تلاتة وعشرين. ناقص واحد الكل على نون ناقص واحد. اديني هنا بنسبة متوسط طائب النزل دا اثنينمosedمون مليون ا Radi1 فتبند ما نفعش ان انا اضفها على stepanet آخر سنة اللي هنها مليون سبعمائة مليون سبعمائة저بعين الف وبالتالي لازم احولها الى قيمة مقضية بان انا باضربها في مليون سبعمائة 제품 مليون سبعمائة Atlanta iSE 200000 واجمحها على مليون سبعمائة我的 Kylie في قيمة المبعات اذا نضيف مبعاة 2005 كم بسبعة ما harm Por نسبة الطبيب مليون سبعمائة سبعمائةfalق pastor syndidayكرو اذا نضيف مبعاwall بالملي związات durante سبعمائة기로 سبعمائة سبعمائة كرو مليون سبعمائة 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 فعنديني متوسط للتضيط اه اه اجمعه على اه اه مجاعات 2006 ايه المبعات التين وخمسة حايديني مليون وتسعمية ستاشر الف تنمية خمسة وستين. ودي القيمة دي اعلى من القيمة اللي فاتل وفي المدى التسير بتعتبر هذا القيمة اضق نسبيا من التغير للنر. لكن الاتنين ما نفعلش في الحياة في السلسلة الزمنية الكبيرة. الطريقة التالتة اللي هي متبسطة وعيو الامراجعة ودي بنستخدمها لما يكون السلسلة الزمنية بتاعة الشركة كبيرة. يعني عشر سنين خمسة عشر سنة عشرين سنة. واتلاحظة ان الفلطرية الاولى والطرية التانية دي كانت بنستخدم نسبة آآ سنة. الحديث احدى السنة هو اقدم سنة. بس وبنهمل بقية السلسلة الزمنية. عشان كده لا يحب استخدام اي من الطرقين السابقتين في السلسلة الزمنية الكبيرة. وبالتالي نشوف الطريقة التالتة اللي هي بتراعي ببعد الزمن يعني عادم سنة. وبيكون لها وزن في الترجيح. وبالتالي متوسط التغير بتاعها بيكون اكسر دقة من الطرقين الى غيرانية. الجدول الارمان حضرات كدهباتي. اول حاجة السلسلة الزمنية الاولانية. تعمل التاني بعد الزمن عنها ادم سنة اللي هو واحد اثنين ثلاثة. طبعا الفين واثنين من خلال بعد الزمن بتالي سفر. والقيم اللي قدامها كلها سفر معدر قيمة في جنيه اللي هي موجودة في مجموعة الابعاد الزمنية ستة. وليه احنا كنا بنقسم على نوم مقص واحد لان البدوعة الزمنية سنة الفين واثنين سفر. اللي هو سنة الاساس. وبالتالي نون الحقيقية بتبقى ثلاثة سنة واثنين. ونشوف التغير ما بين كل سنة باكرة زي ما موجودة من حضراتكم. التغير النقدي بجنيه هنا ناس تلاتين ناس مية ستين هنا ناس مية ستين هنا ناس مية ستين سعتاشر. الوزن. اللي هو عبارة عن الضوعة. في مجموع الابعاد. اه سوري على مجموع الابعاد. ده الوزن الترجيح اللي احنا هستغلق. ايه بقى واحد. كانت الفين وثلاثة واحدة على ستة. الفين واربعا عدين على ستة. الفين وخمسة تلك على ستة. بعد كده هزيogب الترجيح اللي هو عبارة عن الضغير النقدي في الوزن. سأجمع المبالغ الديجيبية واطرح من الخمس ثلاث هيديني متوسط الطريق النقدي المرجع مية سبعة وخمسين الف تنمية ثلاثة وثلاثين سنجيبها المبيعات اللي هي القيمة المقدرة سنة 2006 هنضيف المية سبعة خمسين ثلاثة وثلاثين على المليون سبعة مية سبعة مية سبعة مية سبعين الف هيديني المفروض مبيعات الفين ستة تكون مليون تسعمائة تسعة وعشرين ثلاثة وثلاثة وثلاثة. بتحليل المبالغ المتائج اللي احنا حصلنا عليها من الضرب الثلاثة. الافتراض هو يدي لك الكيمة الفعلية مثلا المتائج اللي هي مليون تسعمائة الف. احنا طلعنا القيمة المتواطعة مثلا للترو الثلاثة. والقيمة الفعلية اللي هي مليون تسعمائة الف. وعنطرح بي من بي عشان نطلع الفروق ونرجع تحت كل طريق. الاختلاف الجباري بندرب القيمة المتواطعة اللي هي الفوق خالص في واحد الفين مية من القيمة المتواطعة. وهيدي لي اه الاختلاف الجباري. وهلعج هناك الحقيقة انه وفقا للطريقة. القيمة اه 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 الان اه 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 انا تقريبا حرفed اه اه اه. ان هو قال ان dunno فقائ مراجعة ال 29 Otherwise Thirty بحين انها المرحوظة نتسلسة عن تسعة عشر ١٢٩٨٩ شكرا الموضوع ده اللي هو المراجع التحليلية كده التحديد المواقع اللي هو ده الدائناية من المواضيع المهمة جدا خصوصا ان المراجع المراجع الزوجة والمراجع الزوجة احيانا ما دايش عنده بقت هو ما عندهوش مراجعين كتائر حيث انه هو مراجع على كل الأقسام الانتاجية او هو الأقسام اللي هو المراكز فهو بيلجأ لهذه الطريقة بموقع كل مركز من المراكز من حيث الخطورة وعنده معيارين في الحقيقة الميار اللي هو العدد بالحدات المعيبة ومعيار الثاني تكاليف المعيبة لان لو زادت تكاليف المعيبة هيؤدي الى زيارة تكاليف الجاب وعشان كده بيجأت الى المراكز التحليلية لتحديد ايه المواقع اللي هي عنها الخاصة بيعمل تكاليف المراكز التحليلية تكاليف المعيبة المراكز التحليلية في الشركة المطبوب تحديدين ايه المواقع الانتاجية من المواقع الى المنجال حجم الإنتاج من حجم الإنتاج 1 هو 9 shut… 9… 150… 900… 600.. 1800 50 100 مonder neces пригما比較 consistent صنع التشري state 2 thread 2 thread 2 thread 2 thread 1 thread 2 thread 1 thread اتنين في الناس. باين لنا ايه هي الموافع الانتجهية العولة بالانتجهية. اتلاحظوا حاجة بس عشان ما اضع عشق الوضلط ده. احنا طبعا هنجيب المعيد. هنضرب بحادات المعيد اسنا التجهيد. هنضرب النسبة في حجم الانتجي بحادات. فتطلع الانتجهية. اه تسعة تلات. الثانية اه سبع تلات وهم سمع واحد. او اه اتنين في سبع مئة وخمسين اه تطلع اخنصها. طبعا هتقول لي طبعا لما هاجي اجيب ان المعيد تعليل تشغيل. هنضرب اتنين في المائة في تسعمائة اه بقال. لانك انت لازم تطرع الواحد في المائة الاول في المركز الالي. اللي هي تسعة تلات من تسعمائة الف. واللي هي. باقي هو ده اللي هتحسب عليه اتنين في المائة. بخلي بالك لما تيجي اتطلع المعيب. عدد الوحدات المعيبة في معحلة المبعر التشغيل. زي ما قلت لحضراتكم. هادي عدد الوحدات المعيبة. اسناء التشغيل. فهذه التشغيل تلع رقم مختلف اللي هو ستاة شمائة لان احنا مطرحنا تسعة تلاف من تسعمائة والباقي دربنا اتنين في اجمالي عدد الوحدات المعيبة من اتنين مع بعض. فهيبلي انه المركز اول مركز لانه خمسة عارشين الف وانتين واحدة. ويليه مركز ده الف تين مركز التانية باع وانتين واحدة. تل يجد المراجع يركز وتوجه المراجعين بتوع على المركزين تول في الاول. معيار التاني تكاليف المعينة. تكاليف عدد الوحدات المعينة. لو بدلك مثلا تكاليف الوحدات المعينة تحت التزوير تمت الصنع زي ما موجود في الجرد. في كل مركز المراكز. هنستخر الهاتفة سهلة اولا فانش هي تركات. هتدرك تكاليف الوحدة في كل مرحلة قدام كل مركز وبعد كده هنجمع التكاليف زي ما هو موجود في كل مركز. او معبود دمام حضراتكم المعينة اثناء تجهيل تسعة تلاف وانستاشر عشر تلاف وعشرين في آآ كل مركز. تكاليفة الوحدة زي ما هو موجود في الجرد السابق. هنطلع لجمال التكاليف ان احنا ندرك تكاليف ونفس الكلام في المعينة بعد التزوير. وهنجمع تجمال التكاليف المعينة اثناء التزوير والمعينة بعد التزوير. هنلاقي ان مركز الاليف لزال هو المركز بخم واحد دي تكاليفها اربعة وخمسين الف. ولكن المركز هي. ده المركز التاني بدأ الدال وفقا دي اه معيار التكاليف اللي هي وصلت لها تلاتة وخمسين الف وخمسين ومعين ان ده آآ التكاليف عنده اقل لسفة ثانية. شكرا. من المواضيع الهمة ايضا آآ مركز التكاليف في الجرد. الحقيقة في الكتاب فيه التمارين حلوة جدا. بصورة الجوز بتاع الامتحانات. ويجريت حضراتكو التكاليف للكتاب عشان تتوسعوا في هذا المواضع. لان بيجي فيه تمارين مختلفة كتير هنا. حضراتكو عارفين ان تكاليف الجودة من الاستاسية عن نصر الجردهين. البقاية بالكشف والمعيب الخارجي والمعيب الداخلي. وآآ مجموع التكاليف بقرنها آآ بالمبيعات او كل عنصر من نصر التكاليف بقرنه بمجموع التكاليف. ده دي هدف وده دي هدف. وهنشوف من خلال المبيعات في الحقيقة في احد الامتحانات. في معنى التكاليف المعيب والمبيعات في شركة المروحة الصماتة. في الجنة. المبيعات ستة مبيعات تكاليف المعيب الداخلي كل دير مية ألف. اذا علمت انا نسبة المعيب الداخلي تبلغ نصف نصف نسبة المعيب الخارج. حد به. وتغفرت لديك النسب التالي. ندي لك نسبة عمصر التكاليف الجودة. هنا الفعلية. عمود التالت المعيارية الى مجموعات التكاليف الجودة. والعمود الرابع المعياري الى قيمة تلمة لاحق. مطلوب اولا اعمل دراسة مقرنة وبيان موقف مراجعة تدف من تالي مقرنة على بابعان نسب التكاليف الجودة قبل احنا هنعرف اذا كانت اولاً عناصر التكاليف دي لقاية الكشف المعيب متوافقة مع المعيب يعني هيكل التكاليف دي متوافقة متوافقة عقار المبين النسب عناصر التكاليف الى المبعاد هنا بتجيني بقى اذا كانت التكاليف في عناصر التكاليف اكتر من اللازم او مضبوط المشكلة ونعرف اذا كانت التكاليف التعبي مليلة كتيرة لو كانت كتيرة يبدأ منظومة الكودة عندي منظومة فشلة لانه انا بلجأ الى نظوم الكودة في الانتاج وفي تكاليف بحيث ان انا اقال التكاليف التكاليف المعيب كلها احنا قلنا تكاليف المعيب الداخلي نص الخارج يعني واحد زائد اتنين يعني اذا ابقى تلتون ٤٩ نسب لائجمال التكاليف المعيب الى اجمال التكاليف الفعالية ها انشوفها تكون كم طلعت اتنين وستين الف وسبعة مراش مرامة ده هاي مش كدر اللي اجمال تكاليف الجودة هتساوي تلتونين الف على اتنين وستين وسبعمية هتساوي ربعمية وثمانية 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 يعني من خلال تكاليف المعيه بدلنا نجيب اجمال تكاليف الجودة تكاليف الوقاية اللي هي بتساوي تكاليف الوقاية على اجمال تكاليف الجودة هتطلع تلاتة وتمانية وعشرة نقدر نجيب قيم عناصر التكاليف الباقية اللي هي تكاليف الوقاية ربعمية وثمانية وسبعين وثمانية وستين هنا بقعنا حتى بالمقارنة بين عناصر التكاليف الى مجموعة تكاليف الشركة. وعناصر التكاليف الى النسبة الميارية بالمبيعات. اللي هي على شمال. الاقي ان التكاليف الوقاية في الشركة الثلاثة. هنا نسبة الميارية بالمبيعات يقول لي المفروض تبقى خمسة. يعني الشركة بتصرف اقل على المنع. تكاليف الكاشف اتنين اه ستة او عشرة مفروض مجددش عن واحد سعر ثبان عشرة. الزليف المعيد خمسة وواحد جولة تسر. عشان انا ما عملتش اه وقاية ومنع للأخطاء فهنا المعيد زاد جدا لان انا معيك الشركة خمسة ومفروض مجددش عن واحد سعر عشرة. مفروض نسبة التكاليف الى اه المبيعات مجددش عن اربعة. هنا عندي في الشركة سبعة تسعونية سبعة وستين. هنا عندي في الحقيقة مشكلة ان التكاليف الجودة زي ده تلاتة وتسعة من عشر كمينة. الحل انا عندي اتجاهي. اتجاه الاول ان انا ازود النبيعات لو كانت النبيعات اقل من اللاسم. لسه مصناش للطاقة اللي اه كتغافق مع التكاليف الجودة. فحضره الستة مليون. في النسبة المعيارية. في النسبة الفعلية واسمها على النسبة المعيارية. اه هيتيني انه المفروض المبيعات ما تقلش عن اه كداشر بليون وسسع مئة وخمسين الف وقمسونية. زي لو كان العيف في المبيعات مش في التكاليف. انما لو كان العيف في التكاليف والمبيعات سليمة. سبقا هاتضر الى التحقيق اللي هي ان التكاليف مع نصر التكاليف بتاعك. حتى اتضاء مع النسبة المعيارية. تخفيض التكاليف هيتم كميلا. هدرب كل عنصر مع نصر التكاليف. في النسبة المعيارية واسمها على كالي. هلاقي ان التكاليف بعد الخف وصلت مئتين وعشرين الف سبعمائة تمانية تمانين. هشو بقى نسبة التكاليف بعد الخف ده في حاجة خاصة. حاجية آسل. التكاليف بعد الخفض اللي انا طلعت الى فقط والصفح. على التكاليف قبل الخفض اللي هي كانت س ولاقي ان نسبة التكاليف بعد الخفض ستة واربائين. أنا كده ان نسبة الوافض في التكاليف عندي اطرح الستة واربائين من مئة في المية حيديني ان انا وفرت للشركة بتاعتي تلاتة وفمسين في المية وتمانية من عشرة من مجموعة تكاليف الكرة وده حيؤدي الى زيادة صافي ايه صافي اره. شكرا.